اليوم عندما نتحدث عن هاتفين جديد لنزلتهم شركة ريالمي على الماركت الانترنسيونال وهي هؤلاء الذين يسمون ريالمي 10 برو سيكون معنا سناب دراجون 695 هذا هو الميد رينجر والثاني سيكون الـ 10 برو بلس سيأتي بالدمانزتي 1080 1180 لا أعرف ما يسمونه لكن المهم هاتفين سيكونوا ميد رينجر و سيعطينا مميزات حلوة و لا سيضربوا مننا كثيرا مصاري لذلك أنا أريد أن أرى التلفونات الميد رينجر من شركة ريالمي هيا شكرا جزيلا على كل الناس من الاشتراك دعنا نتحدث عن المميزات الحلوة عن رينجر 10 برو و 10 برو بلس اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة ما يجب أن نعرف عن بين التلفوناتهم بأن تلفوناتهم سيكون لديهم 120 هرت على الشاشة تلفوناتهم لديهم الكاميرا الأساسية ستكون 108 ميجابيكسل كاميرا موجودة هنا المميزات الموجودة هنا ستكون الحاسوب على الـ 10 برو بلس و سناب دراجون 695 سيكون 695 ميجابيكسل تلفوناتهم لديهم 5G تلفوناتهم لديهم 5000 ميجابيكسل بطارية ولكن التشريج على الـ برو بلس سيكون 67 ميجابيكسل و سيكون 33 ميجابيكسل هنا يأتي الشجر بقلبي على البادي شيئا مهمة و نشاهدها كثيرا جميلة تلفوناتهم كما قلنا أول شيئا هناك كثيرا شغلات مثل بعض تلفوناتهم تلفوناتكم لديهم 6.7 انش تلفوناتهم كاميرتهم موجودة هناك فرق قليلا صغير هناك ثلاثة كاميريات موجودة هناك كاميرتهم موجودة في الدوائر التحتانية بدلا أن يكون لدينا كاميرا واحدة 8 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل للدب سنسور عندما نعمل بورترات الصور و هناك فقط 2 ميجابيكسل تلفوناتهم لديهم نفس الكاميرا الأساسيين موجودة لفوق و كما نرى الغطاء من وراء خاصة على التن برو بلاس يعمل كل هذه الألوانية يضربوا الضواء و كما نرى المروحة هنا الشغل الوحيد من نعرف أنه لا يوجد إحساس على أكثر هذه فقط كثيرا نعمة موجودة للوراء لكن هذه معمولة تحت الأزاز على اليمين لدينا لون أزرق شكله كثيرا يعملوا اللون بين الزهر و بين الأزرق و يضربوا قليلا أبيض الثانياتهم جميلة على الشمال لا نعلم شيء فقط نستطيع أن نضع اليمين الموديلات التي لديها هنا لديه 2 سيم كارد و هذا يعمل فقط واحد عندما نظر لدينا ميكروفون و لدينا سبيكر ستيريو على الشمال لدينا على الشمال و لكن على الشمال على الشمال على الشمال 10 Pro Plus و هذا هو فنكر برينت سنسور على الشمال 10 Pro Plus و هو فنكر برينت سنسور و بعدما نقل إلى الشاشة لدينا سبيكر تحت و ميكروفون و كما ترى لدينا هاتفون جاك لدينا مميزات لكي يمكن أن يفرق بينهم لكنها سيكون مميزة لأنه خاصة يستعملون نفس الكاميرا هي نفسها الـ 108 ميجابيكسل الكاميرا الأساسية على هذا التليفون الآن النظام على هاتفين موجود من نفس الشيء الـ Realme UI في أربعة على أندويد 13 و هاتفين و هاتفين بقلب العلبية اجينا تجديد واحد و ليس لدينا النظام الموجود هنا الـ Qualcomm 695 للحاسوب نفس حجم الساشة و ليس فقط الـ RAM الموجود على التليفون يبدأ بنفس الحجم هنا فقط أنا أعطيه الـ 1 بـ 12 جيجابايت مع أنه هناك 1 يأتي بقلب 8 319 و 379 على المودام للباس للتليفونين لدينا 16 ميجابيكسل كاميرا الأساسية موجودة للدام و كما قلت لكم الـ Pro Plus لديه كاميرا زيادة 8 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل لدينا نأخذ صور منها لكن الكاميرا الأساسية ستكون 108 ميجابيكسل هذا نظام سريع نفتح نمشي كل شيء كثير منيح و الشيء الذي يعجبني أيضا هو أنه لدينا جوجل بلاي ستور والتطبيقات والتطبيقات الكاميرا الأساسية جميلة جميلة لما نعمل على الفيديو لأن الفيديوهات الموجودة أفضل على الـ 10 Pro Plus سيكون 4K 30 فريمسل على الـ 10 Pro سيكون 1080p وال60 فريمسل هذا أفضل و 1080p للكاميرا الأساسية الآن دعني أعطيكم صور منه لهذا التليفون أخذتهم أنا كنت أستعملوا مع زملائي نتغذى نقوم بعمل صور جميلة كثير منيح و لا يوجد صراحة الأكل منيح ما يجبني أن التطبيقات التي تعملها للشركة الريالمية خاصة للصور والميديا و كل هذا سيكون جميلة جميلة الآن نقوم بعمل أريد أن أعطيكم قدرة الصوت السماعات الموجودة هنا نستعمل نفس الغنيا المستملة دائما بعد تجربة استعمالها للتليفون أخبركم صراحة أنه لا تعملوا بالفوليوم على 100% عندما ندوره على 100% يصبح الصوت يسمون الثاني مثل بأسئز ولكن نزلوا قليلا فالصوت يبقى مضبوط كثير منيح و لا يوجد مثلهم كما قلت لكم لا تعلق الصوت على آخر يبقى مضبوط لدينا السماعات يبقى للسماعات واحدة لتحت تمشي جميلة الشاشتين كثير منيح كما قلت لكم تقضي البطارية منيح نستطيع استعمال لا أعرف الذي نزل الهدى بالشكل كثير والله لا يوجد إشكال إطلاقا إن شاء الله وحيد ستقدروا أي هاتف سيكون أحسن لكم سيكون بسبب الممييرات الموجودة فيها هل أنتم تفضلوا الكاميرات تكون عندكم ألترا ويد هل تفضلوا أن يكون عندكم أيضا هذا هو الفرق الصغير في صراحة هناك الكثير سيكون قرب بينهم والسعر يبين نفس الشي الآن السعرين السعرين كثير من بعض وقدرتهم كحاسوب ستكون قريبة كثير من بعض السبب أن السعرين السعرين لا يستعمل السعرين معناته إذا نتحدث عن الإمكانيات الموجودة في قلبه للتليفون على السعرين السعرين سيكون 860-1080 840-2365 على الملتيكور الإمكانية الموجودة هنا هذه كثيرا قريبة من بعض السعرين تقريبا تحت 400 دولار الإمكانيات ستفرق بين قدرة الكاميراية وقدرة الصوت سيكون مهمة خاصة عندما تتلعب وألعاب على التليفون وتتسمع موسيقى سيمشي أكثر الشاشة إذا تحبوها تكون فلات أو تكون عليها قليلا نظام بالنسبة لإمكانيات إمكانيات تشريج سريعة 33 و 67 كثيرا قريبين من السبب أنهم سريعين لا نستعمل 18 أو 20 وات هناك فرق كبير عندما تحدث عن الكورف إذا تحبوا هذا النظام هناك كثيرا عندما يلعب على التليفون لا يحبوا هذا النظام يحبوا أن يكون فلات إن شاء الله وحيدة المفجرات وعليها بأول فيديو أن أثنيناتهم في قلب العلبة غطى يمكنكم أن تستعملوها والشجار في قلب العلبة ونفس الشيء لا أعرف مظبوط أنني بأي نظام سينزعل على الدول العربية أو سيأتي فقط على الدول الأوروبية سأعطيكم لتعرف مظبوط أين سيأتي هذا الجهاز لمنطقتكم وإذا كنتم تشجعون على التليفون جديد من شركة تريلمي سألنوا في فترة لم ينزلوا تليفونات كثيرا وأنا مبسوط كثيرا أن يبدأوا يطلعوا تليفونات وليس فقط يطلعون تليفونات يعطوكم مميزة كثيرة أكثر من هؤلاء الذين يشارجون منه هذا التليفون أهلا أهلا تاري شكرا جزين على كل الناس لمن اشتراك بشفكم إن شاء الله بالفديو جديد